هذا وتداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا يظهر آليات نقل محملة بعجلات عسكرية أمريكية في محافظة صلاح الدين وأظهر الفيديو المتداول رتلا من الشاحنات تحمل فوقها عجلات أمريكية عسكرية قادمة من بغداد ومتوجهة نحو تكريت وشمالها ويأتي ذلك بالتزامن مع عزم القوات الأمريكية إنشاء ثلاثة قواعد في قضاء بيجي تمهيدا لاستقدام شركات أمريكية من أجل إعادة تأهيل البنى التحتية